كيف اخباركم ان شاء الله طيبين مساء الخير طبعا الفيسبوك الشغال بالخوارزمية بتاعت الدلايقة الاولى فاذا ديجلتين الاوائل انتو عملتوا رايحين من اللايك الحاجات دي باستلم الدعم السريع فالمجهود ان شاء الله اللهم الجادح نرحل حتة تانية يعني بنجهز فيها لانه الصفحة دي خلاص يعني في اواخر ايامه شاماتش بيكون صرفك اختفى مات كتلو بتاعش في مجهود ان شاء الله هنعمل لينا الرحلة قريب كيف اخباركم ان شاء الله طيبين طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نسى الله الرحمة والقبول لشهدات الشعب السوداني في كل الحقب والازمان الناس الماتت دفاعا عن حقها والناس الماتت مظلومة نسى الله يحقق ليهم العدالة في الدنيا الاخرة يا رب العالمين نسى الله يحفظ الشعب السوداني من الوباء والغلاء والعمل والخونة الكل يوم يتكشفوا قدامنا الحمد لله على نعمة البصير الحمد لله نسى الله انه يحفظ عراض الشعب السوداني نسى الله يحفظ عراض الشعب السوداني نسى الله يحفظ عراض الشعب السوداني ما دام الضحية موجود زي ما قال استاذنا المرحوم الفقيد المعلم الاستاذ مصطفى سند قال اللص والضحية البلهاء في الطريق يركضا خزنا معا لباب للمسورة لمكة البتول للمدينة المنورة فنحن في الحياة صاحبا والأخذ لا يكون دون ما عطاء فكن إذا رددت باردا بلا انفعال نأخذ الحتة الأولى الشاهد قال اللص والضحية البلهاء في الطريق يركضا ما دام في مجرم موجود في الشارع سميت وانت تزع طويلة سميت وانت حرامي سميت وانت متحرش سميت وانت مقتصب سميت وانت منتهك سميت وانت اي حاجة وفي ذو دول بتاع قانون لابس كاكي وإحنا بنتفع عليه عشان نحمينا حاضر فالمعادلة حتكون خربانة اليوم الدين في خلل احنا حنتكلم عن موضوع الخلل ده بعد شوية بتركيز لكن في خلل حاصل في تكملة الموضوع بتاع اميس والدخل حقتنا حتكون الخلل الليلة الخلل اللي هو حاجة ناقصة بس حاجة ناقصة في ذو البيتين مها عشان ما تجي تلقى قال ليك المسل يعني المسل بيقول لك المسل بيقول لك شنو تكي كيرك عشان ما تلقى طيرك حاضنه غيرك تكي كيرك فإذا حصل خلل في البيت الطفل ده حيطلع ناقص ناقص شنو والله ناقص حنان ناقص أمومة ناقص اهتمام ناقص مسؤولية ناقص أي حاجة نتيجته نتيجته انتوا اللي بيشوفها الانحراف يعني الانحراف الحصل بر البيت ده نتيجة لخلل داخل البيت الكلام ده واصلك واضح يا ماما واضح يا بابا واضح حصل أي خلل في البيت ده بدفع تمنه الولد ده الخلل ده في وسائل عشان يتحل بيها إذا انت ما عارفها تسأل لكن ما تكون قاعدة انت عامل فيها مدير الكوكب عارف أي حاجة انت ما عارف بالمناسبة في أطباء في مراكز استشارات في موجهين في كورصات انت لو حس انك ما عارف تعمل شنو في البيت امشي لحتة دي امشي للمتخصص ما تجي تكتب لينا استشارة من عضو لا لا ما في الفيس ده ما في حاجة بتفيدك لانه واقع الفيس اخلاق الفيس اخلاق الميديا حياة الميديا حروف الميديا صوت الميديا ما هو الواقع امشي في الواقع اركب مواصلات امشي تطش الحاجة امشي فأي خلل احصل في البيت بيحصل خلل نتيجته في الولد اي نقص يدت عندك مع زوجتك او زوجك بيحصل النقص ده في الولد العرب ده واضح ولا ما واضح في حاجات لازم ياخد منك ما اخدها كاملة بتمها بره بتمها اي حاجة بتمها اي حاجة دي بين مليون غوث خدتها انت براحتك كويس احنا لازم نعالج الخلل ده عشان نقدر نواجه الحاجة البره عشان نقدر نسلحه كويس سقدر نواجه الحيال الحيال بره طبعا الكوكب ده بيقى بطال ما في رحمة ما في ماما ما في دموع بره في تنقش تنقش كوكب البل يا صاحبي بره في وسود قاعدة والله استباحة الحدود استباحة الخطوط الحمراء الناس اللي بتكلموا عن انه ما في سقف انه انت حريتك في اي حاجة دار تعمله تمام حريتك ده المطلقة دي نتيجته انت اللي بتشوفه حسي بتشوفه في اي سلوك فما بتكرت تعدل لانه انت بتسمع اللبو بتكلم والله طبعا البلد دي ما في حاجة اسمه دين والأمر جاية قدك نموزج يعني القاحات كانوا محتفين بسودانية في امريكا عضو كونغريس وعمدة بلدية فكانوا باستضيفوها طوالي وناس بنكي والجماعة الناس اللطيفين ديلك فقلت لوني اخوانا هي دي مواطنة بتاع الدولة تانية وعضو كونغريس في دولة تانية فما ممكن تشيل القروش حقة الشعب اللي امريكي تجي تدي كلها ما حساعدكم ما حساعدت تدخل شركات حالانه الموضوع ده حيكون فيه آسار على الحزب حقها باعتبار انها استخدم السلطاته وشالشت شركات تابعة للحزب رسلت السودان واستفادت ماديين فانتو بتروجوا سايحي فهي ما نحن ممكن نسأله عن طريق كونينتو يعني هي بتشوف سكف الحلال والحرام شنو يعني مثلا الحصل في العراق امريكا بتشوف نفسها والشعب الامريكي في العراق قتل الشعب العراقي مباح حلال الحاجة انه ما فيه اي حرمة والموضوع ده ما فيه عيب وما فيه اي جريمة اخلاقية تقتحم دولة اسيادة وسكانة قاعدين حتى لو حاكموا ديكتاتور كان طرزان عديل خليه صدام بيعتو حق انت تمشي تعمل العملية دي بيعتو حق انت تمشي تكتل الناس بيعتو حق انت تمشي تقتحم اليمن البيوت الامنة امريكا شايف الموضوع ده اخلاقية ما عندهم مشكلة الحلال حق الامريكا ما زيه الحلال حق الشعب السوداني حرية او السكف بتاع الحرية بتاع الرئيس ترامب انه يوجه ضرب العراق بصواريخ او يوجه ضرب الشعب اليمني بصواريخ انا وانت ما بنقدر نعمله احنا عندنا حدود وعندنا انسانية وعندنا اخلاق وعندنا غانون محمي بالدين يعني انا ممكن اعرف الحلال والحرام وادعمل معاه مسألة نسبية زي الامريكان مصلحتي وين والله يا اخي ما في مشكلة رسل اولادنا كله اليمن ما في قروش لكن انما نجي نشوف انه انا عندي اخلاق بتقول لي يا اخي ما مفروض تقتل زلزل والاخلاق دي محمية بدين ربنا وعلى لسان النبي اباح لنا قتل النفس دي في ثلاثة حالات هل حصلت واحدة منها في اليمن او العراق لا الحلال والحرام عند السودانية المقيمة في امريكا محتفن بيها الجماعة دي هي ما بتفرق مني دي المشكلة انت حتستورد لي حاجة مختلفة تماما السكفي بتاع الحرية ده هو الان العامل انحراف في المجتمع واي زول بسمع في كلامي ده حيقول ليك كلامك صح هو نفسه ذاته واحد من ادوات الانحراف الكارثة وين الكارثة انه احنا بقينا نضع للانحراف غانون يعني الغلط بقصاح اول من نخدت الحاجة غلط دي تبقى صاح ونعمل ليها غانون احنا خلاص الحمد لله تسليم مفتاح البلد انتهت تقدر تقول يعني الا يعني ما رحم ربي يعني يعني حس احنا نتكلم والله يا اخي سلوك الزلد في الشارع ما صحيح يا اخي انت ما تتكلم معه كيف ما تتكلم معه يا اخي انا حمش اعمل ليه غانون انك ما تتعرض ليه في الشارع حلو ممتاز ما حتعرض لك في نفس الوقت بتديروحك غانون انك تشيل حقوقي وتسليبه وتغذير ليه في غانوني وفي ديني حاضر تديروحك ويبقى غانون يعني انه غانون احنا حنغير الميراس اخوانا ده دين لكن انا حمش النار بعدين انا لو وافقتك حمش النار انا مؤمن بالحاجة دي احنا الانحراف بقينا ليه غانون الانحراف بقى في انه يا اخي والله احنا ما دارنا شارك العساكر عملنا لا غانون اللي هو انه احنا ما دارنا شارك العساكر لا شراكة لا عودة لا شرعية ده غانون بتاع انه الحاجة الصحة تلا غانون في سبيل المسألة دي ماتوا ناس اللي هم شهداء الكمفيوز سوار الكمفيوز اسي مواقب الكمفيوز الطالعة دي دي اسمها مواقب الكمفيوز انا بس باعي اللي اخدوا راحة تكون ما عندماك شغل ما عندماك شغل الغانون الان انه احنا ما حنطلع ما حنقعد مع العساكر ولا نشاركون ده غانون كويس ممتاز بتماشى مع المنطق وبتماشى مع الصاح انه يا اخي العساكر سلبوا الشعب السوداني حاجة حقته قاموا بعد سنة قالوا لا احنا نقعد معاهم دي اسمه سياسة دي ما اسمه سياسة انت بتعرف الانحراف للجيل الجاي بي حاجة غلط عشان كده الاسر دي ما تفتكر انه البيت والولد بس البضعات المخدرات الام والابو حيشتغلوا تجار لانه انت قافل لهم مصادر الدخل الدولة واقفة لانه انت علمتهن انه ممكن يتحايلوا يقعدوا مع الدعم السريح في سبيل انه احنا نحقق مصلحة العزب لانه علمتهن انه الخيانة دي يعني واحد طالعين اليومين دي بموضة قالوا احنا والله ديل القحاتة قالوا احنا والله يا اخي ما بنكدر نوصف اخواننا السائرين السوار الناشطين القعدوا مع العساكر ونفزوا التسوية بالخيانة طيب حلو بتوصفهم باشنو قال احنا ما بنوصفهم بالخيانة دي كلمة كبيرة لكن احنا بنفتكر انهم سياسيا هم بحاولوا يكسبوا مكاسب ويخطوا خطوات في سبيل الدولة الديمقراطية المدنية الان هو عرف الخيانة تعريف خاطئ بقاها سهلة كده عمل لها تعريف جديد الخيانة انك تتفق مع زول على حاجة وامانة بينكم الاثنين تمشي تخليه ينوم تجي السيلة انت ليروحك تمام وتجي الصباح تنكورة دي اسمها الخيانة لكن لما تطلع تقول لي يا اخي ناس طلعوا في المواكب وفي سبيل المسألة دي حاسي ستة النفور ديتم ما بتجيبه سيرتة لي ستة النفور قضيتها وصلت وين القضية حاجة ستة النفور كان عندكم ادلة وفيديوهات وصور لعسكري بتاع جيش درابة رصاص ساتلة لان الخيانة احنا عرفناها تعريف جديد يا اخي اهي قاعدوا ما مشكلة في سبيل انه يجيبوا لنا الدولة المدنية طيب الدولة المدنية حتجيبوا عن طريق فوكلر والصفارات اللي هو الليل انت لو شفتوا الاتفاق الجديد واقفين في الصف كلهم اجانب اكتر من تسعة اجانب بين سفير سعودي ترايكا نيروج بريطانيا امريكا شفع الجايبة معاه والده والجايبة معاه راجيلة في المنصة مع عبيد عبيد كلهم قاعدين دي اسمها خيانة دي اسمها موالاة الاستعمار موالاة العمل لا دي ما اسمها خيانة احنا منلعب سياسة وطيب ده حسعدين لما نبيع مخدرات انا ما بقدر اتكلم معه يهاتوا نموزج كويس انا ممكن اقدموا له يهاتوا نموزج بعد هدوء الموجة والاصوات اللي كانت رافضة للخيانة والعمالة قاموا الليلة بيكلوا اريحية سموا خالد سيليك اه ناطق رسمي باسم الحرية والتغيير في مرحلة التسويع والتوقيع الاطاري خالد سيليك كان مدسك ثلاثة شهور لا بيطلع في ستة وتسعين لا بيطلع في اللايفات بتاعة اه ناسبتها السيرينجا لا بيطلع لا بيستضيف لا بيكتب في صفحته لكن خالد سيليك عمل على اه انه يعدل قوانين المجتمع السوداني اخلاق المجتمع السوداني اقدر تشتغل لازم ترقود للدعم السريع زي السياسيين النوارات الفي البلد راقدين للدعم السريع بيحتموا بيو انت لازم تبقى كده تدعام العادي مع زول الخط يد في يد الدعم السريع لانه الحاجة دي ما خيانا احنا ما بينخونهم شهادتك فيه انت ذاته مجروحة بالنسبة لنا انت منه ذاتك انت منه جاي تعرف لنا انه يا اخي والله دل ما خوانا اول حاجة هم ما قالوا عن نفسهم خوانا جيت انت تطب ليهن انت واضح دافعي لك قروش يعني تأكل وتشرب منه انت ما شغال تسعين في المئة من ناشطين قحتي ما شغالي بيدفعوا ليكم قروش تطلعوا وتهدون الكلام الفاضي ده اي حتة ما اي لا انتم منحرفة لازم تصهروا وتدعموها اي حاجة يتكلموا فيها قحتي غلط الكلام ده كان تحدي بينوه اي موضوع اي زول اي حاجة اي منشط اي حاجة يقولو تلقى ناس قحتي سبعة منهم ثلاثة منهم بس اتفقوا على ان الحاجة دي كويسة بكرة حدلقاها كعبة قالوا الموضوع ده مش بالطريقة دي في جريمة تبقى بكرة انهم غلط اسلم ما في اثنين ثلاثة ما بيتمعوا على حاجة صحة المعايير حقتهم غلط يا اخوان انا اضرب روحي تلقى ولا اعمل لك شنو كل مرة بقول لك قحتي قالوا شنو الليلة الصباح قالوا الموضوع الفلاني موضوع الفلاني المطرشق ما تمشي فيو لانه فيو فلان وفلان ايدا موضوع المطرشق المعيار حقهم للصح بيختلف عن معياري ومعيارك ما تخرب اخلاقك ما تخرب اخلاق وردك النازل عرفوا الحاجات عرفوا الخيانة عرفوا العمالة غيروا ليها مسمياتها ضربوا المجتمع الحرية بتاعتهم اللي هم بيدفعوا تمانع حس ما بقدروا يتكلموا طبعا هم اللي ادعوا للحرية المطلقة ادعوا للمساواة ادعوا للمثالية ادعوا للجندرة ايه اول مرة اشوف ترانسجندر في الدنيا عندنا في السودان غريب جدا عادي ترانسجندر الحسي حاصل في السودان دا اللي هو ترانسجندر from man to no man يعني انت بتكون راجل تبقى ما راجل بس يعني ما بتحول تبقى ما راجل لا 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 انت راجل في شكلك عادي شناب وبتاع وشنو عمه وقومه وقعده لا شرعية لا شراكة لا مساواة لا تسوية بعد ستة شهور نعم للشرعية وشكرا لإحتواء وشكرا لتعاون الدعم السريع وشكرا لسماحة صدر السفير السعودي واحنا في المكونة العسكري اتا ما كنت مسميه الانقلابي اتا ما مسمي برهان الانقلابي مفاتح فيك بلاغات لا المكونة العسكري احنا عندنا معاه مشاورات الان دا اسمها ترانسجندر from man to no man واضح الان دا النموز يالحيقعد فترة طويلة دا لازم احنا نقضى عليه ونازم نفضحه ولازم نكشفه لازم ما يكون لينا غدوة ترانسجندر from man to no man ياخي انت صاحب الهاشتاغ الردة مستحيلة انت نفسك انت ذاتك الكاتب وما كتبتو انا انا ضدك انت وضد التسوية وضد العساكر وضد الكيزان وضد الدعم السريع خلينانا انت مش كاتب لا ردة طيب والردة مستحيلة وطلعنا تمسخرنا فيكو عرسناك قلنا لك الرجلة مستحيلة ومشيت وركحتوا ليهو ايوه دي اسمها شنو التحول من الموقف ده دي اسمها سياسة ما يسمع سياسة انت ما بتعلمنا لا منذ ان خلق الله الانسان اول يوم خدتك راعه في الواطة دي اشتغل سياسة لانه مسألة فصل الدين عن السياسة ده موضوع متشاعب نجي نتكلم فيه نتكلم عن الدين احنا ونتكلم عن لكن بداية اي شفت تخوت رجلة في الواطة كده دي اسمها سياسة دي اسمها سياسة اختيارك للشارع الفاضي من الشارع المزدحم دي اسمها سياسة والسياسة اذا تعريفها طالع من مصطلح تسوسة البهيمة زي الضام بويل بيعملوا معاكم حسي بيعملكون زي الخرفان الحمرية رباءها في الخرطوم دي بالنسبة له خرفان بلدية في الولايات حمرية بيجي سايقون كده بمدرمان بالخالة بيجيبون هنا المسلخ القصر الجمهوري يوقعون لكن البلدية المتربية سمح الدعول دي الخرفان القاعدة في الخرطوم دي بالنسبة له خرفان بلدية طيب السياسة اذا انت بتدر تسوس البهيمة او الحصان او كده واللجام فهي انت اي حاجة بتعملها في حياتك سياسة يعني اللي واحد اللي بيطلع يقول لك انا والله شغلتي بالكورة بس ما عندي شغلة بهيحة بتمشي الفرن اي رايك شنو في سعر الرغيف والله كان كويس لكن ذات دي سياسة ذات دي سياسة طوالي ما في اثنين ثلاثة يأتي تحمل مسؤوليتك تقول رايك وتجيب في الموقف الصحيح يأتي شئلة الرغيف بتاعك تجرد ولا حد ما تصل البيت تكون بهيمة بس انت الرسن ولا البغودو انتهى الموضوع ده الموضوع موتروكليك حتتكلم سياسة الموئي دي قاطع مين الصباح كرهتنا العيشة بتايبتين والله حسب قاله والوزير بتاع الري قاله الموئي جدوى البتاعه يومين في الاسبوع دي سياسة كلمت عن الوزير دي سياسة ابقى انت رتبت نفسك انه اليوم بعد بكرة ما حتغسل لانه الوزير بتاع الدولة غرر انه واحد ديك مهي يوم الجماعة فانت ما حتغسل اليوم الجماعة ما حتستخدم مهي يوم ما حترش ما حتمسح البيت ما حتسجزي راعتك لانه دي اسمه سياسة انت مساسة الان تقبل تقول رايك ترفض ده موضوع بيرجع بعدين لتركيبتك اتا ما عملت ترانسجندر تنو مان ولا لسه مصر ده موضوع بنعرف يعني التعريفات اللي بتتغير الان النمازج اللي بتقدم التسعة وثلاثين اللي بيكتبوه بيضرف في عقيد تقريبتك واحد بيضرف في اخلاقك اتنين بيضرف في سلوكك تلاتة بيغير لك فهمك للدنيا يا اخواننا دي اسمها خيانة القاعد في التسوية قالوا لا تسوية لا شراك ومشوا وقعوا الان في الاطارية اسمها تعريفة خيانة لذا اخشينا المرجع اذا اخشينا المعجم اذا اخشينا تفسير اللغة العربية كويس حنلقاها اسمها الخيانة كده ربنا سبحانه وتعالى وصفها لينا في مواضح كثيرة والخيانة عند الله كبيرة كثيرة شديد ده موضوع ما فيه تجاوز تخون الامانة تخون الناس الوثق فيك ده موضوع ما فيه تجاوز فانت ما تجي تفسير اللي تقول لي اخوانا القاعد وقع في الاطارية ما بنعلم ولا بنخون زول انت شاء الله ما تخون انت اصلا عندنا خاين مقطة منتهية وانت اصلا ما صح انت ما زول انت بتقول حاجة احنا بنرجع لها يعني انت كلامك بالنسبة لي انا خرابط في نصر الرجال كده صوتك ما بيصلنا ولا حاجة انت هو تقول لك كلمتين بيرسول لك الالفين ولا تلات الف دولار بتاعتك اعملها بس فعليك الله ممكن تخلونا يا اخي نحصل باقي المجتمع ده نحصل باقي الشعب البضيع ده نحصل باقي تعريفاتكم الخاطئة نحصل باقي الحاجات اللي غرستوها ليهم غلط دين صلحها اسمحوا لينا يعني بكليس يعني انت دارشون يعني انت كنت بتحلم بحاجات ولا في حلمك بيجي اهس لقيته سهلة يعني وديل رد للناس اللي بيقولوا انا سقحت ما بعرفوا سياسة قحت بتعرف سياسة تلاميذ السفارات والمخابرات بعرفوا سياسة قحت حكمت ثلاثة سنين اضاع الثروات البلد وغيرت سلوك المجتمع واضافت علينا عقوبات جديدة ودخلتنا في ملفات ما كنا داخلينها تمام اضافة ليها بقيتها صوت فططي في الصوت صح اه 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 ماه اه استفعت انا استطيع اه او اه 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 دون فرق بس نكشف الموضوع ده يعني نخش آه كده رجع كده رجع تشغل حوضنا شعبية حوضنا شعبية كلها أخبر جميل طيب أخوان كده واضح صح الماهل كيف أخبارك تمام سماح حاجم آه بدأ الله صديق حوضنا شعبية حطب تمام احنا الآن دارين نرجع المصطلحات لمسماها اذا انت دارت حاكم ثاني بقطع تشغل أولا قاطع تاني تشغل قويس حوضنا شعبية بقطع خد عالي بقطع صديق السر الشريف شغل سامر ازريس واضح في تقطع لسه يعني ما عارفها هو لازم أنا أقول الكلام اللي عندي اللي لازم ضروري يعني الناس بس تستحمل إذا ما تلقى بعدين التصطيع بيكون أو اللايف ما واضح تخلي التسجيلات اللي بتنزل في في اليوتيوب أو تنزل في الصفحات ما قاطع بيكون واضح يعني أنا دار جري كلام يعني لازم الناس تسمعوا يجعل الكاروري واضح طيب طيب فهو الآن المرحلة بتاعت الإطارية اكتملت كل الأحزاب الدار توقع ووقعت حتى الرافضة بتصهر أقوال يقول لك اكتمعنا مع جبريل اكتمعنا مع مينناو عموما هم في النهاية لازم يقعدوا يعني قلنا احنا القاعدة بتقول جنرال في القلب حوله أقلية مستفيدة مع يعادة طرف التالت كانت صدمة الانقلاب في إخلاء الحرية والتغيير والأحزاب المدنية من من الزامات السورية تجاه الشعب السوداني يعني ثاني ما في زول حيك دار يحرك لموكب للحكومة الجاية المدنية دي يقول لهم والله جبناك احنا بيسورتنا حيقول لك والله جابنا فوكلر نعيد الكلام تاني محمد الفكح حيقول لي أمهات الشهد ما جبتوني انت الشهد المات من 25 10 2021 دي في رقاب السبعة العظام وال39 إلى يوم الغيامة وربنا سبحانه وتعالى بنفس فيهم عقوبات الآن في الدنيا وبشوفوها إن الله لا يحب كل خواني كفور كل فترة كده بيصار واحد فيهم ربنا سبحانه وتعالى بيوريك فيه آية وبيتقفل ملف واضح فهما ما يفتكروا إنه حيهربوا بأمانة الشعب الشعب السوداني دي مع الشعب السوداني يخلق الشعب السوداني ويهربوا لا لا ما بيحصلوا الكلام حيدفعوا أتمان غالية جدا طيب الدعم السريع كان يعني شغال الآن يعني إرهاب اللي هو احنا قلنا صطفة السلطة في المبدعين في الصحفيين في لعبة الكورة دي الأصوات براهم يعني ما بيقدر واجه أنظمة زي دي ف الدعم السريع شغال بلاغات وعنده إدارة المعلوماتية عنده بلاغات كتيرة وحمدتي اليوم دا كتكلم عن إنه في أغلام واجهات مدعومة من الخارج شغالة وما عارف شنو ترويج يا حمدتي أنا حسي اتوا معاي في الهناية أنا حاضره بتلفون حمخوش جوجل أنا أخواننا ذاتي يعني دار ساهم في في حماية البلد أنا أخوش جوجل تمام نكتب الإدارة الإعلامية الإدارة الإعلامية الدعم السريع دار أبلغ أنا دار أبلغ في زول دار ناس الدعم السريعي مش يفتحوا بلاغ يعني أنا بطالب حمدتي يفتح بلاغ في المعلوماتية دا فيديو حسي حشغلو لك في اللايفة حمدتي دارك تفتح بلاغ في الزول دا تعتزار من قبلة الجمعية للسيدة النائب ومأتي وسلطه السمال أسمع من الأول دا المكبة تاعة الجمعية مرسل لك رسالة في فيديو أنا حشغل دارك تمشي أس حضرب تلفون قدامكم لأنا سيدرت المعلومات الدعم السريع حاخش جوجل أشوف إذا ردوا ردوا ما ردوا حاخد تليوي الرسالة سمعونا اللايف دا بكرة يا حمدتي لمشي افتح بلاغ يا سوسن بس بتعرف للبنات يا سوسن حاق خط أحمر اتبعت الدين نحن معاك ما اتبعت الدين فراق الطريف الهي جمل الكلام ديو الواضح الشيطاني رسالة لسيد الرئيس نحن عندنا معسكر فتاشة في مناطقنا في الجمعية وعندنا معسكر الصالحة المعسكرات ديتنا ديناها للجيش وديناها لجهاز الأمن نحن دارينا الرئيس يتخذ غرار حازم بيطرد غوات الدعم السريع من هذا المعسكر ومدير جهاز الأمن يتخذ الغرار الصائب بيطرد الغوات الدعم السريع من الصالحة نحن دارينا الناس دينا الآن يغادروا أراضينا فورا السلام عليكم السلام عليكم يا حمدتي عليك الله بكرة تمشي دارت المعلوماتية بتعرف تبلغ الزلدق قال لك بكرة تخلوا لنا الصالحة ومعسكر فتاشة العربي ده واضح ولا ما واضح وريني الرجالتك أمشي أفتح في الزلدق بلاغ أمشي أفتح في الزلدق بلاغ هاكي أسوسا أسمعوا في الأخير قال لك شون السلام عليكم السلام عليكم مدير جهاز الأمن يتخذ الغرار الصائب يطرد الغوات الدعم السريع من الصالحة نحن دارينا الناس دينا الآن يغادروا أراضينا فورا السلام عليكم بس قال لك قال لك قال لك سلام عليكم ها المك صرفة يلا يا حمدتي أنا دارك تعمل شنو تمشي تفتح بلاغ في الزلدق تمام تمشي تفتح بلاغ في الزلدق هاك دي يا حمدتي إنت لأنه الصوات دي يعني قاعد روحك براك الصوات أنا والله أبرك صوات لا من تآمن أنا أبرك صوات لا من تآمن إنت قاصد منه بالكلام ده هاك طيب إنت يا حمدتي البشير ما أقل لك إنت أنا غيرت اسمك من حمدتي لي حمدتي لي حمدتي سماك سوسن يا حمدتي لم أجتمعت الفيديو حقه أسمعك لي واسي البشير قال لك شنو هاك هاك أنت بتقول للناس فلول وعملين فيها سيدة السورة وأنظف زول يا سوسن هاك هاك رد على البشير ده أنا اسمدتي جيني وجلبت لي حمدتي لدار لي خمسة ألف في خلال اسبوعين معيناتي كانت خريفة قال لي حاضر طوالي والتراضي ضربوا التلفون أنا اسمدتي جيني وجل قلت لي حمدتي لدار لي خمسة ألف في خلال اسبوعين قال لي البشير قال له دائر خمسة ألف خلال اسبوعين والدنيا خريف يعني حمدتي ده كان بزرع العساكر ولا شنو كده يا بشير وري وري سمعوه سمع الفلول ده وعلى الدينة كانت خريفة قال لي حاضر قال لي حاضر قال لي حاضر يا سوسن حاضر يا سوسن يا سوسن حاضر حيانا بخصوة ألف قبل ما جام ست ألف كما جام ست ألف يبقى سوسن كيف ها؟ ده بجبها زيادة يده ما كريمة يده سخية يجب لك سيدي ده بشيب ستين ألف يا البشير تما شايفه وراق عمل شنو طالع يقول كله الناس يدد فلول فلول مينها زول فلول مينو؟ الفلول مينها سوسن أمشي أفتح بلاخ في المكبتة الجعلية ده بكرة ورين الرجالة ورينا سلطتك واصلة وين امش افتح فيه بلاغ تمام قال لك تخلي اللينا مع اسكر فتاشة والصالحة الكلام ده الغنم السبع العظام رجاء ان الشغل ده عليك اللي اطلعوا منه ده شغل بتاع كهنة اطلعوا منه الشغل ده تمام الزول ده قدم خطوة كويسة قال لي حمادتي لا واطلع بره حمادتي ما مطقع يسمعه بعد الدفع الدفعوا بعد المجهودة البازلاه ومعاه المخابرات فيه تقطيع شديد طبعا بعد المجهودة البازلاه معاه المخابرات والمخدرات تمام ما توقع ان اسمع له زول يقول له لا واسمع له زول يقول له تعالى اطلع من هنا وشي الحاجاتك اذا بيقطع الروني اخي لانه واضح الصوت الصوت واضح رجع 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 انا قطع كيف هو عمل ليه ادارة كاملة قطع لايه بصرفه ماي قطع كيف رحلين غريبه احميتي رحلين غريبه رجع رجع ولا لسه مقطع اه كيف كذا 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 رجع اخواننا بقطع ما بريد كنا الموضوع يعني كذا واضح كذا واضح اعتقد انا 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 difference انا الان موضوع يعني تمدد الدعم السريع ده و الكلام اللي قاله المك انه يخلو الاراضي بتاعت الفتاشة والاراضي بتاعت الكدر اعملوا اعملوا بس اللايك والقلب ده خلينا الموضوع ده لازم يتموا كده قافل يعني ما ينفع اعملوا اصبر شوي خلينا بس نتموا الحتة دي ما تخلينا نضربه تعبان انا تعبان انا لقيت لك في الحاجات حلو عندنا اليوم ده كنا نتكلم عن المحميات في السودان حلو معينتوا يا اخوانا طيب المحميات دي هي مناطق مكفولة بالغانون الدولي فيها اثار او نباتات او حيوانات زي محمية الدندر المشهورة لكلك عارفة محمية الدندر ومحمية الردوم ديل فيه انتغول بدع الشركة السودانية للمعادن وشركة الجنيد بتاعت الدعم السريع لازم تحافظوا على اللايف ده عشان الفكرة تكتمل كاملة تجيكون الفكرة كاملة حنبدأها من كلام حمايتي والكلام بتاع المك الهادي والكلام بتاع جبل الحسانية ومحمية الحسانية فالموضوع ده لازم تاخدوا رب تقافلة كده اللي هو السودان ما بعد الدعم السريع يعني المرحلة الجاي اذا قلنا حمايتي ده مات بيحصل شونه للدعم السريع بيمسك اخو طبعا مبدئيا لكن هما بيجهزوا في نفسهم انه لو حمايتي ده مات ممكن حصل شونه حمايتي هو قوات ده عبارة عن مليشيات قبلية مجمعة من قبائل متفرقة القبائل اللي عندها اولاد كتار وعندها كلمة وعندها نزار وعندها قوة اولاد يهو بياخدوا الرتبة العالية ما بيكونوا راقبين التاتشارات الناس اللي ما معروف ليهم جيها ديل هم بركبوا التاتشارات ديل بيمشوا المواجهات بيموتوا الكلام ده قلت له شهر تسعة الفين وتسعة كان في خلاف كبير كده في ناس ما دارت فعليه هنا بتاع قلت استغل للحتة دي يعني فرتقلت دعم السريع لكن المهم شفاتها تداركوا الموقف فالناس ديل بعد حمايتي ده ما يمشي هو اساسا ما مفروض الدعم السريع ده قعد كتير كدعم سريع كحمايتي كقوة انت ممكن تصلا مترابطة فرتقة لا هم بدخلوها لك قوة الان بعد فترة حتتفرتق لي قوات كله قبيلة ومجموعة حتشيل تاتشارات الراقباها والمناطق الموجودة فيها حاضر وتستغل بعد ذا كبراها حتبدا القاعدين في الحسانية يبقوا الحسانية ده حقهم القاعدين في الردوم يبقى حقهم القاعدين في الخرطوم يبقى حقهم القاعدين في جبرة يبقى حقهم القاعدين في الغيادة العام ما يبقى حقهم بيسلاحهم بعد كده والبلد حتبقى فوضى دي شكل الفوضى بيصنعوا فيه يعني تمام فاده كلها مقدمة عشان اجي اقول لك انه حميدتي عمل شنو مش حميدتي يعني الناس الوراوه عملوا حاجة اسمها اه ما مشروعية واهداف انشاء مفوضية خاصة باراضة الدعم السريع واحد وعشرين اربعة الفين اثنين وعشرين الفين اثنين وعشرين الفين واحد وعشرين حميدتي تسربت منه مستندات انه عمل مفوضية اراضي للدعم السريع يعني احنا لما نتكلم انه الدعم السريع شال كل الاوقاف الفي الخرطوم حتى الاوقاف بتاعت الاقباط الكلام ده ما كان ساي يعني نيكولا داخلة في الموضوع الاقباط في السودان عندهم اوقاف خرافية الاوراق حقتها داخلة فيها نيكولا تمام الاوقاف بتاعت وزارة الاوقاف شال الدعم السريع عمارة الشنوع عمارة كل الحاجات الوقفة دي شال الدعم السريع بما في اراضي الموطمر الوطني والمقارات بتاعت الهايات العملاء دي حاجات واضحة لكن في الخفاء عنده حاجات عملاء شايف انه التمدد اللي بيعملوا يعني في جبرة مثلا في في كافوري في المناطق دي الاراضي اللي اشتروا عملوا ليهم مفوضية حقت اراضي انا شايف تاني زفت ذا القطة يعني الموضوع ده لازم اكتمل اخوانا بس اشدوا حيلكم عشان الموضوع ده يجيكم قافل تمام قال لك اجي اه اه في الثامن من ابريل الحالي نشرت وثائق تشير الى اصدار قائد قوات الدعم السريع محمد اه حمدان دبلو الشهير بسوسن قرار انقضى بانشاء مفوضية خاصة باراضي وعقارات الدعم السريع ويفتح القرار جدلا غير مسبوق وتساؤلات الهدف من الخطوة بالاضافة الى الالية والكيفية التي حددتها الوثيقة الدستورية لانشاء المفوضيات ومجهات والشخصيات الاعتبارية التي منحت سلطة انشائها كما حدد الغرار مهم واختصاص المفوضية وهي حصر وتصنيف الاراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع والحصول على تصديقات اراضي جديدة بجميع الولايات ومراجعة كل الاراضي والعقارات التابعة للدعم السريع بجميع الولايات والعمل على اكمال عملية تسجيلها باسم الدعم السريع والتأكد من ارقام الاراضي والعقارات بكشفات مكاتب التسجيلات بجميع الولايات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع القانونية لجميع الأراضي والعقارات التابعة لقوات الدعم السريع بجميع الولايات والحصول على تصديقات أراضي سكنية لمنسوبي قوات الدعم السريع من الضباط وضباط الصف والجنود بجميع ولايات السودان ورغم مرور نحو إسبوعين على تسريب الوسائق قرار إنشاء مفوضية أراضي وعقارات الدعم السريع لم تعلق أي من الجهات الثلاثة المعنية بالقضية الدعم السريع وزارة الحكمة الاتحادية إدارة الأراضي بشكل رسمي حتى الآن فيما تتسارع المخاوف وسط الرأي العام السوداني من استمرار هذا النمط غير المسبوق في التغول على السلطات يعني حميتي جاب ناس أداهن الجنسية السودانية في زول ما عارف إنه حميتي زول ماسكة الجوازات والجنسية والهجرة والضرائب والجمارك الضابط الجديد بتاع الجمارك كلها تابعة لحميتي إذا قبليا إذا بالاتفاقية إذا في زول ما عارف الحاجة دي هو يجنسهم يعني النازل هم حتى الأراضي طلعت له وأن أنا بيتكلم عن مخططات سكنية شرق النيل شرق النيل أي مخطط سكني أنت شافوا تفاضية ما حيتوزع دشالوا الدعم السريع تمام عمل له مفوضية بتاعة أراضي سجلوا الأراضي وسجلوا أرغامة حتى في ضباطي سجلت له هن أراضي هم ما عارف إنه وين هي ما عارف إنه بيجي زمان لكن عشان بعدين فكرة إنه والله تزول دماء سوداني وشاء للحطة دي ها الكلام ده أجهزوا له يعني أجهزوا الخمسة سنين الجادة إن شاء الله الكلام ده أجهزوا له حتشوفوه في ورد الواقع فالدعم السريع ككتلة هو خش السودان بأسس للمستعمر والإمبراطورية حقة الدعامة دي في السودان وفريغيه لما تجي تعمل لك إمبراطورية بتحتاج أرض وإقليم تأكل وتشرب وتسكن بتحتاج سروات مهملة وشعبي خانع وحكومات باطلة فليقوها في السودان تهريب الده بالحاجات دي يعني أنا يعني محمية محمية حتة مكفولة تجي فيها شركة زي عديلة تعمل فاها شارع زلط إنت لو دارنا نعمل فاها شارع زلط قافلينها محمية ليه شركة عديلة يا بتاعت الدعم السريع إحنا لو دارنا نعمل فيها شارع زلط والناس يخشوها ما عملناها محمية الدندر ليه ليه عملناها محمية لما نجي عملوا فيها مشروع فيه 24 ألف فدان التي ترى الى تغولة الحصاءة ده يجب الاستغلال تسبت للدعم السريع تحصلين بدون شال كل cast السريع جناح هناك قوات الدعم السريع كراح هناك قوات الدعم السريع الصدري هناك في امتى؟ فبيضمنوا في الحتات دي الدخل الأولى كانت الأراضي اللي هي مقارات المؤتمر الوطني إنه يا أخوة الله إذا حروا التغيير نادثهم قتلوا نحرسوا إلينا بعد شوية خشوا في مواقع معسكرات الهيئة العمليات اللي هي معسكر طيبة معسكر الصالحة معسكرات الكدر ودي كانت حق الجهاز الأمن والجيش حسي المقدة قال لك الناس يطلعوا منها عرف عرف إنه في تغول حاصل بعد شوية جاءت قوات مشهة الجبل بتاع الحسانية بعد شوية حسي أنا أتحدى ناس الحياة البرية أنا حجر ليك الحماة الأول حاجة دي أنا بس عشان أوريك الموضوع ده فيه 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 إنه يعني طيب عندنا محميات دنقاب البحرية وعندنا الدين تقدر والردوم وجبل الدائر تمام؟ عندنا المحميات بتاعة بورسودان المحميات بتاعة بورسودان دي اللي هي فيها الشعب المرجانية وغيره أنا ممكن أقرأ ليك تغارير من 2013 بتجي جرافات مصرية بتصطاط في الحدود والمياه الإغليمية السودانية بتخش تصطاط داخل المحميات دي ما في زال في بورسودان ولا تقول لي أهلا ولا تقول لي ترك ولا تقول لي غيره قاعد يتكلم بتخش بتجري في المحميات دي فيها فيها أنواع سمكية فيها محار فيها شعب مرجانية محمية من الأمم المتحدة بيجوا المصريين عدنوا فيها تمام؟ 2018 كان عندنا أزمة ما سكي ليهون أكتر من أربع خمسة جرافات جرافات دي السفن بتاعة الصيدة بتخش بتشيل من تحت تشيل سمك تشيل زول تشيل غرش المهم بتجرة من تحت ما سكينا 15 يوم في النهاء البشير فكاء ليون في المقابل ما سكي لينا كمو 30 معدن سوداني من 112 كيلو داخل الأراضي السودانية مسكنهم المصريين شاءلوا صادروا بكاسيهم شاءلوا صادروا الأجهزة بتحت شاءلوا الدهب حقهم مجدعين في السجون المصرية القوات الجيش المصري بيخش بتقول داخل الأراضي السودانية ما بقول لك حدود بيدخلوا 112 كيلو بيقبضوا السوداني من جوا السودان من دون قولها بيقبضوا تمام البشير وحكومة حمدوك وحكومة حسع دي الأس الحكومة القاعدة دي تقول لك مصر ووقت بلاده زفتطين النازل يشغل دي المحميات حقاتنا شكلها كده شوف التغول بتاع التغول اللي احنا بنتكلم عنه ده أمسك حق المحميات ده مثلا استقيقة طيب ده ما ده رفتح اخوان حاجة لقدة علاقة بدعم السيربيقات ما تفتح يعني مثلا دي هنا محمية الردوم المحمية الردوم تعاني محمية الردوم الطبيعية من عدة مشكلات أبرزها التعدين المنظم من قبل الشركات والقطع الأشجار الأمر الذي دفع المهتمين بالحيلبر أسمع أحفظ ليك المتقطع الأشجار دي في محمية الردوم منول بقطع الأشجار همعرفوا حسي أحفظها بالحيلبر اللي اطلق دعوات لحماية المحمية من الخطر الذي يتهددها وتقع محمية الردوم في أقصى الجزء الغربي ولاد دارفور تبلغ مساحة 14 كيلومترا مربعا ومتاخي من الحدود كده عند ريا فليكس تعدين منظم داخل أراضي المحمية واتهى معوض الجمعية السودانية الحيلبرية أحمد أزهري عبدالكريم الشركة السودانية المواردة المعدنية دي حقت منه؟ أردول وشركة الجناد للتعدين حقت منه؟ حماية تي بانتهاك أراضي المحمية واصفا ما يحدث داخل المحمية بالكارثة مبين أن قطية التعدين داخل أراضي الردوم ليست جديدة إنما تمتد من 2014-15 وكانت تتم من قبل المعدنين عشوائيا على الحدود الطرفية لكن أول من جاء أردول بقت تتم بصورة رسمية زمان كانوا بدخلوا ناس ساي بأن دخول الشركات العاملة في مجال التعدين حولت الأوضاع إلى كارثة طبيعية تمثلت على حد قوله في عملية قضع الأشجار بالمناشير الكهربائية مضيفا إلى أن محمية الردوم تعدى الوحيدة في السودان الواقعة في محيط السافنة الغنية وطالب عدو أبرز مسكيلات محمية الردوم ويؤكد رئيس محمية الردوم نغيب شرطة مجاهد ما تتعرض له المحمية من انتهاكات وذهب بالقول أن الشركة السودانية المواردة المعدنية تعمل على التعدين في المنطقة إضافة لشركة الجناد الحاصلة على تصديق من وزارة المعادن بمزاولة العمل إلى مشيرا إلى عملية قضع الأشجار وده كل موضوع ما عندنا معه الشغل الشجر وقع لك أي محمية في السودان داخل فيها شركة الجناد وشركة المعادن دخلوا حسي في حقة الدندر يهدي حقة الردوم في حقة السنار كان جامعة السنار عاملة لا وقفة 2021-2022 طلاب على رئيس القسم قالوا يا أخوة والله الشركة المعدنية قال مباركة الرد قال إحنا ما صدقنا جابوا له صور جابوا له تغارير شركة الجناد شغالة يعني حسي الدعم السريع التغول قال اللي بعمل في وحمية تحسع قدامنا ده والناس اللي بيطبله لو هو خلاص بيسرك في السروات بكده أنا دار أعمل شنو قدتوا جاب العامر ده ما تعملوا محمية يا ناس الحياة البرية نعم جاب العامر القاعدة فيه شركة الجناد ده أعملوا محمية جاب المر ده ما محمية أخواننا مش فيه سروات وفيه جبال وفيه كده حسي الده ناس الحياة البرية بيمشوا بتاع الحسانية الناس المساكين دي للزراعاتهم قايمة في الأرض لا عندهم مدرسة واحدة قاعدين فيها في مساحة بتاع ستة وسبعين الف كيلومتر مدرسة وشفخانة واحدة مشوا صحاوطوا الأراضي حقاتهم قالوا لا تزرعوا لا تسووا لا بتاع لا غيروا خشت الحياة البرية بين رجالة كده تمام حسي جاب المر ده بتقدروا تعملوه محمية أتحدى الأمم المتحدة كلها إنها تصدر جاب المر ده محمية ما بتقدر ما بتقدر جاب العامر ما بتقدر لا تستطيع أتحداهم أتحداهم من هنا إنه عملوا جاب المر ده محمية طبيعية ما بيقدروا اللي بيحصل دي أخواننا تغول واضح مخطط واضح استهداف واضح الكلام ده ما ده درز عصور فالخطوة لعمل المكدى أنا بالنسبة لي خطوة ممتازة لا بعرفه هو مكمنه لا الجمعية ده الساكنين وين لا بعرف زول جموعي ولا عندي معه شغلة شغلتي معه حاجة واحدة زول قال لي حميتي لا كسر الخط الأحمر ده بس أدى الفرصة لي باقي الناس يشدوا حيلوا يقولوا ليه لا حميتي ده الخلى واشه بيقى أسود ويطلع بكلامه الهاي فالقاله قبل شوية بيقى يناجر في الناس قال له إنت مع فلول أنا قلت لك بس إنت مع فلول ده كلام بتاعنا يا برئيس دولة ده كلام بتاعنا يا برئيس دولة بيخش شلف مهاتر زي دي في المكرافون ده كلام بتاع رئيس دولة بيطلع بيقول أنا بيتكلم مع عمدة بيقول لهم إنتوا تجوا تمضوا كرعكم فوق رقبتكن الإدارات الأهلية كلها المضط ومضط بي كلام حميتي ده كرعك فوق رقبتك رقبتك إنت ما راجل بالمناسبة إنت ما راجل وإنت الحجيبل يعني إنت حسي على الدوك بوكس في مقابل سكاتك الدوك بوكس في مقابل إنه الحياة البرية تتغول على أراضيك الدوك بوكس في مقابل إنه الحياة البرية تشيل محميتك أراضي الناس أهلك النصبوق عمدة في أي حتة في السودان في دارفور في الضحايا في دارفور المسؤول منه هم منه ملعمدوا الإدارات الأهلية اللي بيجيب لهم حقهم منه ملعمدوا الإدارات الأهلية إذا الإدارات الأهلية كلها رضغت لحمتي الماتوا ديل الكتلون الدعم السريع أصلا إذا هم الإدارات الأهلية والضحايا الموجودين شوف الضحايا الموجودين في معسكرات السلام ديل كانوا بيتبعوا وبتدافع عنه عن الحركات المسلحة طيب الكتلون والهجرون قوات الدعم السريع بأمر من عمر حسن أحمد البشير ولا أنتوا القاعدين جوا المعسكرات دالك كنتوا أهل حمدتي لا ما كانوا أهل حمدتي كانوا أهل منه كانوا أهل الحركات المسلحة والإدارات الأهلية والدليل أنه قراهن وبيوتون يتهجرت ويتحرقوا وقاعدوا في معسكرات طيب اللي كان بيعمل الحاجة جدا منه الحكومة السودانية المؤتمر الوطني عن طريق شنو؟ عن طريق قوات الدعم السريع أبو طيرا الجيش السوداني الجيش السوداني وقوات أبو طيرا حصل الحظر والغرار رغم سبعة بتاع الأمم المتحدة ممنوع عربية لون أخدر كاك تتحرك في دارفور بتتضرب اتجاوز المسأل البشير قام صنع حاجة اسمها الدعم السريع الدهو الصلاحيات والدهوية الخطة بتاع الصناعة الدعم السريع والتغول بتاع الدعامة في كل أفريقيا وين نجو السودان الواجهة حقتها كانت حارب دارفور عشان يكون في مبرر أنا أجيب الناس دي يكون في مبرر إذا أنت المبرر ينتهى ما تحل قوات الدعم السريع حلها طيب خلاص إحنا عرفنا يا أخي الفاتمة أو إحنا ناس سلام حس دارنا أخد سلام عامل قوات الدعم السريع ولا تدميجة في الجيش ولا تدميجة خلاص الدعم السريع ده عمل غلطة بين الرئيس وحماية دي غلطة بس غلطة اعتبارها غلطة مشها لعوني خلاص نمشها لعلم سلام هاي سلام يا بيبي يلا حلها ندميجة لا ما تدميجة إنت عملتها لي مبرر أيوة المبرر كان شنو إنت عملتها لشنو إنت عملت الحارب في دارفور لشنو إنت عملت الحارب في دارفور أصلا لشنو دارين مطالب ودارين حقوق ودارين يصلوا الثروات خلاص كلام ده حسي حاصل ولا ما حاصل الحركات المسلحة عندها مبرر إنها تكون موجودة الدعم السريع ما عنده مبرر ولا تدمجه ولا تعمل أي شيء كله انتهى حلها طيب حلها حلها توصل إنه يحكم السودان يحكم لحد الشرك توصل إنه يحكم لحد الشمال توصل إنه يحكم لحد الجنوب لا أنت عندك مخطط يا زول ده كلام ما بيخوش رأسي بدت في دارفور قوات الدعم السريع فيهمنا مواجهة الحركات المسلحة فيهمنا الجيش ما كان بيقدر استخدم قواته هناك لأنه الأمم المتحدة ما نعاوا فيهمنا خلاص حسي حلها 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 أي زول ده عامي يمشي بيتهم بس دائرة لشنوين تا دائرة لشنوين تا دائرة لشنوين تا دائرة لشنوين تحمي التحول الدمغراطي اللي هو شنو التحول الدمغراطي اللي هو إنه يا أخي تبقى حكومة مدنية اللي هو شنو يعني يعني تقدر نتعدينا مرحلة وجود الكيزان وخطرهم وماليشياتهم حسي ما في الكيزان وحلت لهن هيئة العمليات وشلت معسكراتهم تاني فيشنو دارباشهم مش هل المعسكرات دي شلتها وقعدت فيها الدعم السريع وحلت هيئة العمليات هاي هل جهاز الأمن عنده قوة ضربة ومسلحة الآن غير البكاسي بتاعتهم دي ممكن تشيله بغرار من الوزير الداخلية هاي التاني دارباشنو يعني وريني سبب وجوده حسي خمسة سنين الكيزان سقطوا ما طلعوا شارع ما طلعوا أي حاجة السوار في الشارع قادرين متكفلين بمواكب الكيزان تاني فيشنو معسكراتهم مقفلة إداراتهم مقفلة هيئاتهم مقفلة دارباشنو حتى شركاتهم منظماتهم كلهم مقفلوا شلتوها وصادرتوها مستشفياتهم مقفلة مبرر وجود الدعم السريع شنو يعني شنو الآن ماذا لماذا 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 السعودية الدعم السريع بيشكل لها القوة الأرضية في اليمن حلو شيلوا الدعم السريع دي كله ودوا لمحمد بن ايمان ده ودوا ليه محمد بن ايمان وديوا ليو شيلوا كامل بقواته مدرعاته ومعسكر خالد بن الوليد معسكر الصاقعة شيلوا كلها 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 وديه الله تفضل تاني شنو ايوة تاني شنو الدين هو مبرر دار تخش الكلية الحربية دار تخش اول قرار لتأهيل القوات المسلحة دار تخش الجيش هاي تيجين عن طريق الكلية الحربية انا جاي باتفاق ايه السلام تبشي تيجي الخرطون باتفاق ايه السلام كلية الحربية ما بتخشها إلا بشهاتك إنت مش زوداني ودخلت لحد الخرطوم وقدرت تدخل الغصرة الجمهوري في أي زول اعترضك في زول قل لك إنت أسود إنت ما عارف من وين إنت دشريتني دشريت أحمر دشريت جزمة في زول قل لك حاجة خش الكلية الحربية ده مكتفها شروط زي جامعة الخرطوم زي كلية تطيب كلية تطيب ده حس عميناوي ما دخل إليه باتفاقية السلام أخذ استشاري جراحة باطني لأنه ما عارفة لكن لأنه انت بتستهون بمقدرات الدولة فأعيزوا الداريين دخلوا في أي حاجة بتديه كاكب وتديه ردبة دخلون كلية الطيران حركات المسلحة ده أدمجوا في الطيران لين مشكلة وين لأنه ما قارين طيران وملاح يقدر يقروا ما مؤهل خلاص الكلية الحربية نفس النظرة ده الجيش إعادة تأهيل وما تقول ليه يا خناب فرتق الجيش ونواة تكون الدعم السريعة بيعمل فيه ياسر عرمن ما تقدر تنكر الكلام ده قاعد جنبه كان وجدي صالح لمن قال الكلام ده فتطلح تقول ليه وجدي صالح شريف شريف شنو حتى مصطلح شريف ده بوصطوه لازم نعدله للناس معنا الشرف شرف يعني شنو المخطط اللي بيعمل فيه الدعم السريع مثلا ده الناطق الرسمي الشغلنا ليكم بالمرة الفاتت بتاع الحرية والتغيير الناطق الرسمي تمام أنا بس دارك تسمع الناطق الرسمي بتاع الحرية والتغيير دالشنو نعم بس خليكم معي. عشان اجيب لك الحيطة بس. ده بيتكلم ده بيتكلم عن الدعم السريع. بيتكلم عن الجيش. بتكونوا سمعتوه. مرفت شخص ناو لكن باقين ندوه. تقتل في تقتل. سمعتوه شخص نقوي ساقوان. كده شغال. آآ رجع. بايس سري سري بس هنشغل. صورة بسيطة. نحن زمان شوفنا دربنا الخدمة للزامية ببادل بشيلوا مستجدين بيمشوا يقطعوا الخشب بعملوه فحم دافل حتاته فيها مسكيت والحاجات دي. لكن الخطورة كانت وين. كانت في الناس اللي بتجيب خشبتين من الجنوب. اللي هو المهوقني. بيش حنوه طيارة كام لكينا. اللي هو عنده فيها. وغاية ثاني عنده فيها. وما عارف. لغاية ما تصل الملازمة الاستعبان داك. يكون عنده عودين ثلاثة. والاخر بالسلطة التي تقعد تعمل الحاجة دي. وبتمر الحاجات دي ما فيها يجي بايات. كلامنا حسع بها. على الأجل نظريا في الاتفاق الإطاري ما مسموح به. التاريخ بتاع السودان. الزول الزول اللي بتكلم على الجيش وتغولوا على الشجر قبل شوية قلت لكم ونحفظه موضوع الشجر دا. طب دا اسمه آآه الناطق الرسمي شهاب إبراهيم. دا ناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير. تمام؟ سامعين اخوانا كده. دا ناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير بس عمل يصهر قلب واحد معناها اللايف ما بقطع يعني كويس ايوه كده تمام في قلب جزائر قطع ايه سمعت الكلام بتاعه سمعت كلامه اللي هو بيتكلم عن الجيش زمان والجيش كان بشيل الشجر من الجنوب والحاجة دي بيقت ما في حسي واضح يا شباب في حاجة بل قطع تاني اذا واضح ما انتو بتقول لي واصل لكن هنا ما بكون ما بكون واضح بس خلينا نتم الموضوع ده عشان ما يتصار مقطع الكلام مباشتا يعني في غاية القلوب متحركة يعني لك ما اعرف طيب الزول ده قلنا عليهم منو يا اخوانا شهاب ده شهاب ده اه شهاب ده اه شهاب ابراهيم الناطق باسم الحرية والتغيير في ندوه بتاعة مبادر الشباب اه اه اسمها شنون الشباب اياد الخير المنظمة دي والندوه دي العاملة فارس النور المنظمات دي العاملون حميدتي يعني ده بتاع الحرية والتغيير بنبس في القوات المسلحة في ندوه عاملها اه اه عامل الدعم السريع سمعتوا الحتة الاخيرة دي الشهاب ده الناطق الرسمي بتلقول الندوه دي كاملة قاعدة في اليوتيوب شباب مبادر الصناع الامل واياد الخيرية تفتتح المنظمتين دي الحميدتي سنة 2021 الندوه دي كانت قبل ثلاثة اربع يوم عاملة منو فارس النور اللي بتكلم عن الجيش حسع ده الناطق الرسمي شهاب ابراهيم بتاع الحرية والتغيير في وجود القوات بتاعت الدعم السريع يعني بيقول ليه ان الجيش ده عاملوا عاملوا في اللي طارية ده ما عنده حد حسي انا بتكلم ليك عن التغول بتاع محمية الردوم كده السدار الحرية والتغيير تطلع بكرة تقول لينا اللي بحصل قطع جاير مش شجر ده شجر مساحة بتاعت اربعتاشر الف كيلو اربعتاشر الف كيلو محمية من الاول المتحدة من كم وثمانين بس شكيدا كويس انتو وعرفتوا منظمات تابع التابع السريع كيدا كويس رسالتي وصلت قنقاط على الصوت حس عدي بتاع الحرية والتغيير اللي بتكلم عن الجيش وانه نحل الجيش ونعيد هيكلته يلا حس الدعم السريع بيعمل نفس الحاجة واكبر زمان الجيش بيمشي الجنوب ما بيدو مرتبات ما بيدو اي حاجة بيجو شايلين التكو المهوغني تمام بالعبارات النيلية اللي وعندو والضابط عندو والفلان عندو لانو ما كان عندو اي تعيينات ولا كان عندو مرتبات وعندو بيوت ووسر زيك كده حسي انت بتصرف لك التحسي لو ما شغال في الحرية والتغيير بتدفع لك الصفارة السعودية ولا بتدفع لك المنظمات البريطانية عشرين الف دولار في الشهر بتطلع تتفاصح عن انو نعيد هيكله والناس تصبر على الوضع الاقتصادي وعلى سياسة حمدوك انت لو شغال زي الناس شغال زي الرجال بتأكل زي الرجال بتأكل اولادك من حلال كلامك ده ما بتقوله انت لو ما دافع لك فارس النور ودافع لك حمدتي كلامك ده ما بتقوله كلامك ده مستحيل تقوله حسي انا اديتك لها مادام انت بتتكلم عن سياسة الجيش زمان وتغوله واستغلاله للسلطة حسي الدعم السريع ما بقعد يشيل شجر بس ما بيشيل شجر بس الدعم السريع بيشيل محمية كاملة الدعم السريع بيدخل في محمية بيعمل فه شارع زلط بيعمل فه مشارع خدمية يا اخي التاية الجاري ووحيد الغرن هو واحد بيكون السيزاتهم وحيد الغرن بتاعنا ده بيكون زول لا بس له واحد الغرن ما عندنا ناس ما حتغيط فيها يا ولاد اليفة ولا بيكون زول بيشغال في المحمية انه يلبس اعمل حسابك ما يجيك واحد جد جد ويجيبه اولاد يلا زي المهم فعامل شارع زلط حسي عامل مشروع زراع جوة دندر اربع عشرين الف فدان لو مسموح كان سكان الدندر نفسهم زرعوها لو مسموح انه تدعم المصانع واستغرار ما كان الناس شالوا الحواجز دي وطردوا الثلاثة افيال والاربع غزالات دي واستغلنا محمية الدندر وزرعناه وانتهينا من القصة ده هنا حسي الشركة المعدنية عندها خرط وعندها تصاديق لشركات ومصانع داخل الدندر يلا همشي تكلم عنها بتاع الحرية والتغيير همشي تكلم عنها يا اخواننا باختصار كده الدعم السريع يشترى الاسوأ ما في الرجال واجمل ما في النسوان دي اكبر ضربة الان للمجتمع عشان تاكل وتشرب لازم تبقى دعم سريع الضباط بتاع القوات المسلحة دي الناس اللي في الخدمة بيستغلوا صلاحياتهم في تسهيل عصابات المخدرات حياكل يشرب من وين مرتب وكم بتاعنا الشرطة والمباحث توريه عديل الشقة الفلانية فيها مجموعة بالصنع ايس ما بيمشي بيمسكها لانه بياخد رجعة هو طبعا في النهاية ما الرجعة للمجاعدة المصنع مجاعدة المصنع اي حاجة الا الفتاح لكن الناس سموك احمد تيسم زريف سوسان عبدالفتاح جاية فيك زط جاية فيك اتنين وخمسين واربع من العشرة تخش بيها علوم مدارية السودان جنوبي خمسين عديل سوسان عبدالفتاح والله جاية فيك زط سماك منو انت حس بذلك سماك ده فاتني لكن عبدالفتاح البرهان اسمه عبدالأي حاجة الا الفتاح الكريم الرحمن والله يا عبدالفتاح ده عبدالأي حاجة اي حاجة بيعبده الا الفتاح الله وحمايت اسمه سوسان عبدالفتاح في دولة زي دي اخواننا حيدوا حتى الغوانين وجعلوا الانحراف غانون يعني اشتش انت لو فتحت كل الميديا يعني مصانع ومؤسسات ومتاجر ضخمة جدا بيتبع دهب تجيب لي يا اخي قاع المدينة يعملوا له اندعايات ده ما معناها انه المنتج منحط ولا رخيص الدهب لا معناها البشتري منحط معناها البشتري ده زول انا اخضه بوحدة زي دي قاع مدينة ما اجيب له زول معروف اعلامي معروف اجيب له فنان معروف محترم عنده جمهوره اجيب له شخصية لا اجيب له قاع المدينة ده الماشي مستوى الفيديوهات اللي انتو بشيروها بتوري انت انت كويس ولا كعب ما دار اقول انه تفاهت المحتوى لا تفاهت المرسل اليه يعني محل بتاع دهب 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 ده غلاء حاجة في الدنيا ما اجيب لك زول محترم كويس اعمل لك افتتاح لا عمل الحاجة شايف جمهوره وفعلا هو الناس اللي بيشتروا ديل هم بيقوا التافهين اللي عندهم قروش هم اتنين رجال باعوا وظهروا اسوأ ما فيهم اللي هو القوالة والصوات زي اليوم ده اقدر من النموذج بس فيها الحمدابي يعني مبرر واحد يخلي السفيها الحمدابي ده امشي افتن او لا ده اهلو ووصل المعلومة للدعم السريع مخابرات الدعم السريع في صفحته ويتباهى ده بوريك معدنو شنو يا اخي ان شاء الله اي اشوف اي حركة مسلحة عندها مطالب حماية دي كلها مشروع يا اخوانا في دولة زي دي ما بتقدر توقف اين انت ما بتقدر توقف ايلا بقوة تحكم الدولة دي انا ما بحترم الجيش حسي ولا بحترم الشرطة ولا شايف غضاء ولا شايف عدالة دي قضايا قدام واضحة ما اتخذوا فيها حاجة لا زارين يحموا ارضهم دارين يشيلوا سلاح اللي شيلوا سلاح اصلا ما تقول لي حاجة ما تقول لي يدعو الى التسليح يدعو الى التسليح بتقول انت بعيد عايش في غربة لكن حسي لما تلاتة وعشرين دي تخش سهر ستة والكوكب دي تكتم جد جد اتا حترجع المطار ده حتخش بلاقيك في الطيارة بوقفة لك عسكري بيكلاش جوا الرانوي جوا الرانوي بتعرف الكلام داك بعدين اذا انت داير ما في زولي شيل سلاح في السودان ده ولا ماليشة تسلح ولا حركة تصهر الليلة دي في حركة انشقت من الجبهة السورية في دارفور الليلة دي ولابسين كاكب تعجيش بالمناسبة الليلة اعلنوا حركة في دارفور انشقت من الجبهة السورية شالوا العربات اللي ادوها اليوم الكلاشات بتاع وبكرة حتتشقة حركة بعد بكرة حتتشقة حركة ما دام موجود الدعم السريع الغير شرعي شال السلاح ما في زول حق عنده حق في السودان دي يتكلم معاي يقول لي يا اخي تبتدعو لي تسليح ما تتكلم معاي ما تتكلم معاي امشي قل للدعم السريع خد سلاحك قل للحركات المسلحة وقعتوا اتفاق يا السلام يأتي اندمجوا القوات المسلحة دي يأتي خدتوا سلاحك ونأتي تتخارجوا واضح الكلام لكن ما دام انت ما عملت اتكلم مع الطرف التاني مجيني دي النظرية اللي انتو شغالين بها الان تواجهوا في الطرف الضعيف يعني الحملة بتاعة تلحق ولدك الاضعف سلسلة او زل في السلسلة دي هو الابو اضعف زل اذا عنده اربع اولاد ممكن تقطع اليوم كله يباريهم من جامعة ليا مدرسة ليا كلية ما حيقدر يعمل حاجة لكن تقدر تواجه تخاطب السلطة يا نيابة قومي بيشغلك اعمل لون هاشتاق يا مباحس قومي بيشغلك اعمل لون هاشتاق يا حركات مسلحة وكتراكبين التاتشارات وراكبين الكروزرات وساكتنين في قروشة في بيوت الدولة قوموا بشغلكم لكن انت اخترت اضعف زل تحملوا المسؤولية بتاعتك والله يا اولادك ما ربيتهم هو جوالبيت ما ربيتهم بيقى فاسد في المجتمع برا ليه مالا ده المجتمع بيقى واضح كده تاكل و تشرب من وين وره ليه مصادر داخل الدولة الحيوانة الاسمه جبريل ده قال حيجيبه من جيبك لا عنده انتاج لا عنده تصدير لا عنده زفتطين واذا اتكلم عن اردول اتكلم عن 18 طن بتاع الدهب وده بيلعب علينا اردول اردول بيلعب علينا السياسة بيقى الآن مادام حاكمة الجاهلة الاسم حمدتي والجاهلة الاسمه برهان فالشعب لازم يبقى جاهل ما حيسمحوا بيزولي يتكلم معاهم ما حيسمحوا يعني حمدتي له عنده اخلاق لا دين لا تعليم لا اي حاجة كيف يسمح انه شعبه يكون متفوق عليه دي ما بتحصل ما في حاكم طاغية بيسمح بالحاجة دي الحل الوحيد انه يغنن الانحراف عشان يبقى كل الناس جزم زيه يبقى الشعب كله جزم زيه ما تقدر تتكلم مع حمدتي لانك اتا اسوأ من حمدتي طاغية زي ده عشان يحكم شعبي زي ده لازم يغنن الانحراف واضح الان الدار ياكل راجل دار ياكل ويشرب ويوكل اولاده لازم يظهر اسوأ ما فيه وتمشي للدعم السريح تورينك قوال وصوات وممكن تبلغ في اخوانك ممكن تبلغ في اهلك ممكن تبلغ في قبيلتك ممكن تبلغ في عرضك مرة دار تشتغل مع الدعم السريح شنو بتخش لو بيشهاداتك بيشوفوك كده طولك كم عرضك كم اس كلاس بيكونوا الرسمين في الانترفيو اس كلاس اس حرف الاس ده بوقفوك جنبه مريت مريت ما مريت ما مريت بس بيجيبوا لبعديك مياتوا مرة تقول لي يا اخوالله الدعم السريح افتكر انو حمدتي لا 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 انتي انتي دار توريهن اسمح مع عندي عشان يدو قروش بس بيتكلم معك بياتوا لغة ده عامدة بياتوا لغة القبيل تقولوش ما تقود تتلفوا تدورو الان المجتمع ده محتاج محتاج تأهيل اعادة الصياغة تعريف المصطلحات الشرف معناه شنو ما تسمع شرف اللي بتطلغ على وجه صالح وجه صالح ما شريف واحدة اليوم ده قل ليه يتبتدسل السم في العدس ولا شنو قال انا قلت موضوع دار الوسائق تسارك في زمن الانجلاب ما بيخجله ولا بخاف الله صيدو البلاغ بتاع الوسائق ده عملته لجنة التمكين والبلاغ بتاع اللجنة حق مفقودات السي دي والكمبيوتر ده كان في زمن هيبة ومعاها المقدم عبدالله سليمان لما نزلوا هناك القبو بتاع الغصر وزارة المالية لقوا بوابة وقالوا دي السجون السرية والصور جنبها امشي شوفه التاريخ بتاع الكلام ده كان سنة كم؟ امشي شوفه البلاغ بتاع الوسائق ده تفقت في زمن لجنة التمكين كان سنة كم؟ قبل الانجلاب بيكم؟ امشي شوفه لكن ده لانه لسه مادر يعني الصدمة كيف تقول ليه وجدي كعب كيف تقول ليه حمدوق يا بيبي الكوكب ده كله حوش وزا تعملت ببراءتك دي حتكون مواطن سوداني يعني شنو؟ يعني مواطن مسكين حقك مهضوم عرضك مهتوق بلدك مسروجة بتعرف تعمل شنو؟ بتعرف ترغي يدوك مساحة ور 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 وار 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 طرر شنو يا زول احنا مادر رؤيتك دي وقفل بلعتك واختانا قفل بلعتك واختانا الضامبوي ده احنا الآن عندنا لو ثلاثة سيناريوهات لازم نشتغل عليها سودان ما بعد الدعم السريع الدعم السريع ما بعد حمدتي دي كلها السيناريوهات الناس تستعد عليها العملية العملة المك بتاع الجمعية ده كل الناس لازم تحزو حزو لكن انت تطلع تعملي فيها عالم بتاع كيميا فيش نو مالك والله المك ده كان شغال مع المؤتمر الوطني محسي ورينك انه حمدتي ده صنعوا المؤتمر الوطني والبرهان صنعوا المؤتمر الوطني صنعوا البشير شخصيا السوفر القاعدين دي الفون جوزه كبير كان قاعد في زمن البشير كانوا بيجوا واحضروا الاحتفالات ودعشوا معاو وبتاع حسي عملوا لك فيها والنظام البائد والنظام البائد يعني انا ما عارف تقدر تواعي سنة كم واحد يكتب لك يقول لك يا اخي تعمل لنا فيها عميق انا عميق موضوع ده منتهي انت ما تدقس نفسك معي this is my telephone انا طلعت اسألك ما طلعت اوجهك طلعت اسألك جاوبني تصرف زي العمله المك بتاع الجمعية ده مش بتصدل الدعم السريع ويحجمه تدعمه ولا تجي في ضده تعمل فعلا انك الود عالم تشجعه عشان يرجع له بوكسيه ولا تقعد تتمسخر تجيب له صورة ويته مع الدوك ويته واحد اتنين المك بتاع الجمعية ده في كل الاحوال البوست اللي انت كاتبوا عنه والكلام اللي انا بقوله ليه وده حسي اللي اتنين ما بيصلوا انتفقنا بيصل منه بيصل اتباعه ومريدينه واهله اللي هم بكونوا حايمين معاك في السوق وفي الشارع وفي البغالة وفي الجامعة لما انت تتكلم ليه هون عن الزول حقهم ده بالطريقة دي بتفقد الشريحة حقتهم وانت فقدتهم في الزمن داك ليه لانا كنت بتنبز الادارات الاهلية ما تنبز ليه زوله لكن قل ليه يا اخي قمشي قل ليه زولك واحد اتنين تلاتة ما تنبز الغيادات الصوفية انا الصوفية عندي فيهم 90% منهم كفار احاجك منطق وحجة مايقعد كده انا نقول ليه كفار ليه واحد اتنين تلاتة لكن حسي في السياسة العامة والحرية المطلقة انا والله بيقول لك يا اخي انتو كصوفية ما بتتحرك وتواجهوا المادة اللي بيحصل من الدعم السريح في محمياتكم بتاعت الدندر ليه ليه الخلوة بتاعت واتبادر ما تنزل ليها 40-50 الف طالب من الغراء حقنا هتقول لين اكفلوا الكبار بالليل واجه وتزعى طويلة اللي واتبادر ساكد همش اسأل واتبادر وقل ليه بتعمل كده ليه دا الكلام بيصل مريد ودال معاك في الشارع لكن تطلع انت عاملين فيها ما تخط راسك بي راسك السولد الكتوف ما بتساوى تحت اي حاجة مش في غوانين حريات انت بيحبوك كم نفر انت بيحبوك كم نفر اربعة خمسة ولدك بيتك ابوك امك في زول بيكون بريدوه الفين نفر مستعدين يموتوا عشانه زي دا انت بتخلق معاه وفتنة وحارب ولا بتسكس ساي عندك عليه اعتراض تتكلم في الحاجة القالة ما تمشي تجيب ليه من وراء والله زمان الشيخ دا كان قاعد للبزير دا موضوع حاسي انت بتخلق به وفتنة مع القاعدة المعاك في الشارع دار تجيبه ولا تخليه مشي الطريقة اللي عملتها قحت لما انفقتت الشرائح اللي كانت حولها بالطريقة دي فقدت الشهداء مواكب الشهداء مواكب اسر الشهداء مطالبهم فقدتهم قحت بتكفي الابواب بنبزوهم بطلع يقول لك اي زل طلعهم دوت حمدوك في المكتب اخوهم شهيد كشة في الموكب تقول عليهم دا ما كنت بتاع زواحف فقدهم لما نحتاجوا ان حمدوك ما لقاهم حتى القانوا بقولوا شكرا حمدوك ركب الطيارة خلاهم دموع جارية حس بيقولوا يدعوا على الكيزان واينا حينا حينا بس حينا موقفكم زبالة الحمداء كدير اللي اسمنوا المصدومين ستة مرات حس يقالوا حمدوك جاي طوالي طلعوا كانوا لابسين الطرح طلعوا كوي شعرهم جاهزين عملوا الرجل لبسوا الشورت وبتاع شنو اوكراروك حمدوك جاي اه حمدوك دا سواء جهزوا طبعا الفترة الفاترة ما كانوا عايشين في جفاف مكياج ماف دنيا ماف حفلاتك ماف صورك مع الوزراء ماف بيقولوا الوحدة والشابقة زي القصرية لكن قالوا حمدوك جاي خلاصي الله معلم انفخ الخدود اعمل الشنو ما عارف الاوكراروك بتاع حمدوك جاي وإحنا عم نجي زوانا وعملنا بولش كلام دا ما بحصل الكلام دا ما بحصل يا مصدومين وشو هداء الكونفيوز ومواكب الكونفيوز خلوا صدمة دي وطلعوا خليكوا واقعي هعرفت عامل صح اتفق مع النازل على مبادئ فوق بس البلد دي الشعب السوداني مواردنا دي تهلات حاجات بتلمني معاك حس انت اللي بتسمعني انا موارد فيسمعني انك ات حس كلام دا كله انت مؤيد وعمل ليف وقالب وكده تفترض انه انا وانت لو قعدنا مع بعض حنتفك في كل حاجة دا ما بحصل طبعا ما حيحصل حيكون عندنا مليون خلاف لكن في الاساس انا ويت عندنا ميدان ما نطلع منه الميدان دا انا ويتنا ما نطلع منه من نمز على نم مع بعض ساب بليل يوم كله لما نجي اخر الليل تصبح على خير يا صرف تصبح على خير يا حبيب بكرة الصباح نت بدل وير ما عندنا خلاف يستمر 24 ساعة انا وانت كسوداني بنقدر ندير الموقف دا حس انه عندي قاعدة جماهيرية تابع لي قبيلة اطلع نبزلونسي دا القبيلة ويجيب صورته انت حمر انت فعلا حمر ما لكم ماله ما لكم ماله يتكلم مع القواعد انفوخون قول ليهم حقكم اراضيكم عرضكم ولا انت منتظر لحد ما الدعام دا ليقلع بيتك ويقلع مرتك وبيتك والكلام دا ما بعيد كلام دا قاعد يحصل حسي الكلام دا حسي ايه بحصل ولو ما حصل من الدعم السريع ولا من قوات القوات المسلحة ولا الحركات المسلحة بتحصل بيخش بيتك بيقتلك وبيختصبك وبشيل حاجاتك وبطلع امش للجهات الامنية واحد لانه دارين البلد يتعيش في فوضى عشان يقدرون نفز مخططهم والشعب يكون جاهل شعب الراجل فيه بظهر اسوأ ما فيه والمرض ظهر اجمل ما فيه والانترفيو بتاعه اسم رسومه في المراية من الباب طولك 175 خشي اقل من كده ما دارين اسمح ما فيك عشان تشتغل في البلد دي تاكل وتشرب الحاجة دي حقيقة احنا لازم نواجهها الموضوع ده حيمشي حاجة اخيرة بنبهك لها عزيزي المستمع وعزيزة المستمع الحاجة اللي بتنقص في احساس ولدك في البيت بتمها بره الدنيا دي اصلا ما ينفع فيها نقصان ما ينفع فيها نقصان البني ادم ده في حاجات بتكمل ما كملتها لو انت بتمو تلقى ميدانك زايد بعدين وبيتك زاته لو ما تميته بتلقى الميدان زايد سيدة اللبن خاشي راعي البقالة عرفت شلون اه وفي الردي اخواننا العرض دي خط احمر انا اشرح لك كيف في الاربع سنين دي انه العرض ده خط احمر ده ما له علاقة بحرية ده ما له امشي حسي حديقة الدين دي امشي 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 تراشغ جم 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 لبوة والاسد يكون قاعد هناك امشي اعمالة بس حسي الاسد 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 ده احنا راعدين ندعي الشباة عادي كون الزبا اه 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 كده يا اخوان